ليه تم استبعاد محمد عواد من قائمة المنتخب الأخيرة من وجهة نظرك؟ بصراحة كان يستحق أن يبقى موجود في المنتخب الأمانة يعني يعني الأداء اللي قدموا مع المناخب مع النادي في الفترة الأخيرة دي كان لازم عوادي يبقى موجود مع المنتخب يعني لو أنت بتختار تقت B suriro كاللهة عوادي يبقى من ضمن التلاتة إنه إنه إذا مش ألتك فنياً تفتكن ليه؟ يعني لو حضرت دماغك في دماغ المدير الفني مش رايك أنت إنت لو رأيك لو إنت موجود في جهاز المنتخم هتختار محمد عواد زي بلنا فيه فنياً دي أنا ما دخلت الزماج الراجل بس زي ما أقول لك كده عواد المستوى اللي أقدمه والرأي الموجود خبالك يعني راجل أعتقد أن أتفرج على ما تشك كتير للزمالك فكان لازم عواد يبقى موجود من ضمن الثلاث حراس مر الموجودين سمعت على الحكاية بتاعت الشناوي وشناوي ومحمد الشناوي وإحمد الشناوي والأركار أه طبعاً سمعت سمعت آه طبعاً ومنت اشتعلت تاليبة مع الاثنين مضبوط لا ما اشتعلتش مع أحمد الشناوي بس الشناوي طبعاً اشتعلت رأيك فيها ايه بص أنا طبعاً الأمانة ما اكلمتش مع محمد الشناوي فبس أنا لو أنت بتسألنا أنا موضوع أن يبقى قديم وياخد رقم واحد ده حقه النسبة لأحمد الشناوي لازم حتى لو بقى له فترة كبيرة مراحش منتخب مصر حتى لو الشناوي يلعب بقى له أربع خمس سنين أساسي منتخب مصر لما يرجع تاني أحمد الشناوي أحمد الشناوي برضو جنب مش قليل صح لعب أساسي منتخب مصر في بطولات إفريقية لعب في تصفات كاس العالم لعب في تصفات إفريقية فحريس كبير وهو أقدم من الشناوي أحمد الشناوي بتالي أول مقارب لعبها كانت مبارات لبرازيل بتاليما كانت 2012 مع برادلي صحيح فهو أقدم فلما هو يجي ويروح منتخب مصر هو طبعا أوتوماتيك لازم يلبس رقم واحد طالما هو عايزها إلا إذا بقى هو يعوى من نفسه سابها لمحمد الشناوي ده قصة تانية زيما كان الشناوي كان في النادي الأهلي ما كان بلعب على شيف إكرامي وكان شيف يكون بيلبس رقم واحد صحيح وكان الشناوي الأساسي صحيح بيلبس رقم 16 وأنا كنت موجود يعني ما ينفعش ان ياخد رقم واحد وموجود شريف شيف أقدم مزبوط فالقامية هنا بلاها اعتبار فمفعش لا متزعل لش خالص يعني لو زعل الشنوى منوجو حق لا ما زعل ش بسرعة هو اللي أنا عارفه أنه ما زعل لش عمد الشناوي اه فسرح بس اللي أنا عرفته بقى تفاصيل كده عرفته أن الشناوي لما طلب الأحمد الشناوي 来ما طلب الموضوع ده لمكنش يعني كان الأسلوب مكان Scottish من الأسلوب اللي طلب به محمد الشناوي هذا ما أنا عرفته من الكواليس يعني أنه الاسلوب يعني. عشان كده. يعني شايف ان حقه بس مش شايف ان الاسلوب مكانش مزبوط. اه طبب. بس الحال ده ده انا بقولك على اللي انا سمعت و ممكن مكنش بدليل بدليل برضو لما جيد يعني الشنوي لعب مباراة الاولى واخد مباراة تانية كاملة. يعني كان ممكن. احمد ياخد. احمد ياخد شوت ومحمد صبحي ياخد شوت. صح. في مباراة تانية بالزاد. صح. انت برضو متلعبش في منتخب كبير ومنتخب قوي. صح. وانا عايش في كل اللعبة. طبيعي ان انا معي حاليسين كويسين وحاليسين برضو يعني موجودين في المنتخب وليعب وقبل كزا. فكرة انا شوف.